اهلا بحضراتكو انا بس في بداية الفيديو عايز اقول لكم على حاجة عشان الناس اللي بتشتكي من موضوع الباقة وان النت والفيديوهات والحاجات دي حضرتك هتلاقي تحت الفيديو وانت بتتفرج عليه على اليوتيوب هتلاقي انه مكتوب عليه هاي ديفينيشن غير الريزولوشن بتاعة المشاهدة لمية اربعة واربعين اه الصورة مش هتبقى احسن صورة ولكن اه الصوت هتقدر تسمعه والفكرة هتقدر توصلك وتقدر تحافظ على الباقة بتاعتك لفيديوهات تانية وحاجات تانية لان من ضمن الحرب اللي السيسي عملها للشعب هي حرب منع المعلومات وده بيحصل عن طريق ان هو الباقات بتاعة البيوت بتبقى محدودة وده شيء طبعا ما حصلش في العالم علشان ينتهي اه هو عمله علشان حضرتك تقلل استهلاكك للانترنت وتعطي تسمع البهايم اللي هو حطتهم اونلاين فده اول حاجة اصبطه على مية اربعة واربعين هيبقى الصورة تعبانة شوية معلش احنا بعمل اعلى صورة وبعمل اعلى صوت وقدر عمله عشان يقدر يوصل للناس باحسن شكل ولكن لو انت المستقبل الاهم هو المعلومة مش الصورة بتاعة الفيديو انا مش بمثل عليك يعني ممكن تحط التليفون في جيبك وتسمع اول حاجة بخصوص هلد زايد اه وسبب وجودها امريكا دي حاجة يعني انها شافتها عن طريق المنظمة اللي هي اخو هاني رمزي عاملها هنا في امريكا منظمة اه بلح للكل دي يلا مش عارف ايه حاجة كده اللي هي راحت تحضر فيها ايه كلام وتقول واندعها عن مصر بقى ونقف جنب مصر يا مصريين بقى والكلام له بل اللي هي محدش عارف مين مصر دي اصلا واللي هي بتيجي تكلم السيسي زي ربنا كده برضو اللي بيكلمه اللي هو ربنا بتاعه ده مش ربنا بتاعه يعني الاله اللي هو بيجي يكلمه ده انا كافر بيه ده مش موجود انا بتكلم في اله تاني خالص غير اللي بيجي يكلم سعبه فهلزايد اللي حصل ان هي الفترة اللي فاتت اه جات امريكا وده نتيجة لان شركات الشركات الخاصة بالادوية الشركات دي قرارت ان هي اه هتبتدي اه ما تبعتش المواد الخام لشركات الادوية في مصر حتى اللي بتحمل نفس اسمها ومنهم شركة فايزر وشركات على هذا المستوى من الشركات اللي بتنتج ادوية وبتختلع ادوية وبتبقى لها المواد اللي هي المواد الخام اللي بيتصنع منها الادوية حتوقف تصدرها لمصر بسبب ان المكاسب بتاعتهم هم غير قدرين على ان هم يحولوها لعملات اجنبية ويخرجوها برا مصر نتيجة للفشل الاقتصادي اللي مصر عايش فيه فاللي هالة زايد جاية بتحاول ان هي تعمله هنا هي انها تحاول ان هي تبوس الجزم علشان الناس دي تبعت الادوية لان النتيجة اللي بيحصل ده اكتر من خمسمائة صنف ادوية منها ادوية بتعالج امراض كتير وامراض مزمنة عند ناس وبتقدر الشركات دي بتوفرها للمصريين بتمن رخيص لكن ايا مهما كان رخص التمن انا مقدرش اطلع مكسبي برا البلد يبقى اللي يخلينا اشتغل او في الاول وفي الاخر شركة الدواء دي مش سبيل قدام جامع دي شركة بيشتغل فيها موظفين ولازم يكون لها ارباح ده بالنسبة للحاجة دي فيه شكاوي حاليا من بداية شح الرز في الاسواق وده نتيجة للتسعير اللي سيسي عملها للرز ومنع الشركات ان هي تبيع اعلى من السعر ده برغم من السعر اللي هو حطه اعتقد خمساشر جنيه لكيلو حد اقصى او حاجة زي كده ده يخلين هو اه الشركات دي لو حطت حاجاتها في السوبر ماركت اه بالتمن ده هتخسر وبالتالي ابتدى يبقى فيه شح الرز نتيجة لان الحاجات اللي موجودة اه عند الشركات تمنها اعلى من تمن اللي سيسي بيحاول يهبط الاسعار به علشان ان هو بقى يعني يبقى مسيطر على السوق وكده وده طبعا واضح ان هو هو عارف التكلفة وهو بيخسر الشركات دي على عند فيه كلام عن بيع المقطم فيه كلام عن بيع جبل سانت كاترين والله يا جماعة يعني جات لقبل ما يعني انا بقول لكم الاخبار اللي بيجيلي بس دي اخبار من الناس يعني موضوع جبل سانت كاترين انا بصراحة يعني ده فاضلي يبيع الماء الهواء اللي بنشمه اه ما كانش بيع ويعني فيه في احتمال كبير ان احنا بتدي كمان نصدر الاكسجين فده بالنسبة للرز البن بقى له فترة كتيرة مش موجودة اه لا اه راعه الفترة الجاية حيبتدي يحصل فيه شح اه في المواد الغذائية انا بنصح الناس ان هي تبتدي تخزن اه الفترة دي اه محمد محمد علي اه لسه بيدعو اه للنزول يوم حداشر حداشر انا زي ما قلت انا حداشر حداشر ده معاد انا ومحمد علي والشام صبري اه قلنا ان ده انسب معاد للنزول خاصة هيكون ده الاسبوع النص اه ما بين اللي هو المؤتمر بتاع المناخ حيبقى من تمانية لتمنتاشر فاحداشر ده هيبقى الجمعة اللي في النص بالزبط هيبقى السيسي همضو ضيوف من كل حتة في العالم كلهم تابعين للامم المتحدة بشكل مباشر منظمات عالمية هتبقى موجودة كل الصحف العالمية هتبقى موجودة في البلد وبالتالي هو ولا يقدر يبتدي يقبض على الناس ويحبسها من الشوارع ولا يبتدي يقدر يضرب فيهم ويخمعهم ولا يضربهم بالنار ولا يقطع عنهم الانترنت ولا ولا كل الكلام له بلده هيبقى هو في موقف ايده منكتفة ورى ظهره وعبال ما يفوق ويرجع هتكون الدنيا اه زاطت اه البوليس والجيش اه سبكم من كل اللي بيحصل دلوقت ده في اوامر بالعكنان عليكو في الرايحة وفي الجاية في اوامر بالا باريافة الناس في الرايحة وفي الجاية اه هتلاقي اخبار عن بنا سجون جديدة اه الناس كتير بيتقبض عليها كل الكلام ده اه اه سيبك منه اه كل ده خلاص يعني المعتوه بيتعلق باخر اشه ويطلعت اشه وحتقع منه وكده كده النهاية جاية قادمة لا محالة انا اه انا زي ما انا قلت انا لا بدعوا قيادة ولا بدع قيادة ولا بقول انزلوا لأي حاجة لكن الناس اللي عايزة تنزل مع محمد علي انا بقول لكم 11 11 ده معاد مناسب جدا انا سمعت ان فيه ناس قللت من الكلام اللي احنا قلناه عن التأمين اه في سينا وانا مقدر ان يدي وجهة نظر اه غير خضع لاي معلومة وتقدر اي حد يكلم اي حد في سينا واسأله شكل الامن من دلوقتي في سينا عمل ازاي والشرطة بتوقف اللي رايح واللي جاي وبتنزل عربياتي السياحة وبتقريف الناس السياح واللي عايشين هناك والمقيمين وانطلعين عين اللي جابوهم في الرايحة وفي الجاية يجي عند السيح الاسرائيلي والله ما فاضل الا تعظيم سلام السيح الاسرائيلي ماشي مولع الجوب بتاعه في الشارع ونفسه وحياته وتمام وقاعد على البحر وتمام التمام تيجي انت يا مصري تروح تتفسح في بلدك ينكتو شعبي يعني دين دربان دين يعني فهم خلي بالك من نفسك الفترة الجاية اه انا رأي ان انتو تبعدوا عن سينا الفترة الجاية خالص في اريافة متعمدة برغم ان ده سيزون السياحة في جنوب سينا دلوقتي ده احلى جو طبعا الناس السينوية والناس اللي بتروح سينا من زمان عارفين الكلام ده اه هو بس كده وده كل اللي عندي واتمنى لكم ان شاء الله لما يبقى فيه اخبار جديدة حنعرفك اول بول شكرا لحضراتكم ويلا شكرا لحضراتكم ويلا Perhaps not Unii شكرا لحضراتكم ويلا еф فريمة ورغم ان مرحبثت شكرا لحضراتكم مع ان جميل بنا نوعا ما نعرفك خلج اشكرا لحضراتكم بلت cần حضراتكم ويلا بلت değildar بطاق且ي gamma بخلق نوع مر حضراتك من جميع الناس السينوية كذر على خلق نوع مرحنا Remote